موسيقى بالكامل حسب طبعا الصور المعروضة أمامكم وأيضا تقرار الطبي وأيضا حتى التعليل الحكم القضية باختصار شديد تتعلق بهذا الطفل للأسف شديد تعرض لواحد المجموعة ديال المخاطر المتتالية الأمر الأول أنه بعد ما تمت العملية ديال الختان طبعا لم يتم إخبار الوليدي بأنه فعلا تم البطر وهذا اعتبرنا أنه واحد النوع ديال الإهمال واحد النوع ديال التقصير واحد النوع ديال السوء النية أيضا الجزء من الجهاز دياله المبطور للأسف تم رميه كان ممكن استرجاع هذا الجزء وترميمه وكان ممكن إنقاذ الطفل في المستقبل وإعادة إصلاح ما تم مبطره للأسف تم إهمال هذا الأمر وتم رميه هذا الجزء هذا والتصريحات التي اعتمدتها النيابة العامة في محاضر دبيت القضائية كانت تصريحات قوية جدا من طرف جموعة للتقم الطبي اللي كان أنا ذاك في المصحة واللي أكد أن الطفل كان في دخوله للمصحة كان سليما جدا كان جهاز التنسولي كان جهاز سليم كان بشكل عادي جدا جوجل سواء ممرض أو ممرضة قالوا في تصريحات أمام ضابط القضاء بأنه كان عادي جدا وأنه أخبروا بأنه سيخدع لي عملية فقط عملية ديال طهارة اللي هي طبعا عملي عادي جدا وكان مغربا قاك يعرفوا السهولة ديالة للأسف الطبيب آنداك أنكر أن يكون بطارة هذا الجزء ديال الجهاز التنسولي وقال بأنه واجهه مشكل يتعلق بالعدام الحشفة أو بأنه كان هناك عيب خلقي في الجاني لأسف هاد شي كيف ندو سواء تقرير ديال الطبي أحد الأطباء اللي كان عندو الإبن قبال وكان والطبيب ديالو كي أكد في تصريح ديالو كيتابي بأنه الطفل كان سليما جدا وكان عندو الجهاز ديالة تنسولي عادي جدا كباقي الأطفال كذلك أنه الممرضة والممرضة اللي قالوا بأنه السيد من دخول الطفل كان عادي جدا من بعد ما تعرض على اللجنة اللجنة ديال المجلس تأديبي خاص بالهيئة ديالعطباء أكد هذا المجلس تأديبي بأنه لا وجود لمشكل خلقي يكون يتكون فيه نعدام الحشفة وإنما هذا فقط غير موجود بمن الدعاء ديال الطبيب على ذلك تأكد وتم تفنيدها وأكد أن علميين غير موجودة الأمور التي يدعيهم نيابة العامة طبعا مشكورة تابعته تابعت هذا الطبيب من أجل جرح الخطأ والجرح الخطأ طبعا حسب الفصل 433 هن هو كل الأخطاء التي تكونوا بسبب عدم التبصور الإهمال وغيره اللي من خلاله كيتكون واحد النوع ديال عدم موجود نية اللي بغنا نقوله مية في مية ولكن كيكون هناك واحد الأخطاء واحد عدم التبصور واحد عدم تركيز في العمل اللي خصويته وهذا كيكون ناتج عنه ضرر والضرر طبعا اللي ينتج هو ضررر فادح كما قلنا نتصوره أنه كأبناءنا ودائبا من الأبناء المغاربة طبعا أنه يمكن يشوف ولدوف هذك الحالة الوضع ديال الطفل الوضع دياله وضع مأساوي جدا اليوم هو يعاني في صمت لأنه الوضع دياله حتى أنه يمشي يقضي الحوائج ديال البيولوجيا ميقتش كطفل بمعنان عنده تيو عنده مجموعة ديال الأدوية وعند مجوعة ديال زونتيبيوتيكي يشربهم باش ميوقعش تعففون في المنطقة بمنى أنه كتعرفوا الخطورة ديال المضادات الحيوية على طفل في رضيع وهذا الأدوية يشربهم طولة حياتي لأنه اليوم احنا أمام واحد الجرح غائر جدا واحد الجرح أنه ممكن إلى مكان شاد العنية ممكن أنه يتسد هذا المسلك وإذا تسدد المسلك لا يستطيع أنه يخرج لإفرازات العادية جدا إذن هذه المشكلة طبعا خلق أزمة صحية للطفل وأزمة نفسية للعائلة دياله وأيضا للمرشح أكيد أنه سيخلق أزمة نفسية في المستقبل الطفل اليوم هو ربما لا يعرف ما يحدث ولكن في المستقبل سيكون له خطر وخيم على صحته النفسية وعلى تقبل لوضعه الحالي ووضعه دياله سواء في ممارسة الحياة العادية أو حتى في ممارسة الحياة الأسرية في المستقبل سيكون من المستحيل إذن أقول أنه سيكون الأمور عادية نتمنى أنه الطب أيضا أن يتطور وأنه يوجد حلول طبية نهائية لهذه العملية أو على الأقل ترميم واحد جزء من الجهاز اللي ممكن أنه من خلاله أنه يمارس على الأقل واحد جزء من الحياة دياله العادي جدا في المستقبل نتمنى أيضا أن هذا الحكم برغم أنك البعض ربما يشوف أنه مليار سنتيم وسنة سجن موقف تنفيذ طبعا الموقف تنفيذ نتفهم لأنه ربما أن الطبيب في سن معينة ومحكام عنده سلطة تقديرية دريم كمناقشته رغم أن الفصل 433 يتكلم على العقوبات النافدة الجنائية مليار سنتيم هل فعلا اليوم سنجد صعوبة من المورشح في تنفيذ خاصة أن شركة تأمين أكدت بأنها تؤمن فقط مبلغ مليون درهم أو هذه الحوادث المفروض أنه شركة تأمين تؤمن على جميع الأخطار وعلى جميع المبالغ وأنه لا تكون هناك مبلغ محدد ومفروض أنه تكون عندنا تشريعات في هذا المجال اللي ممكن أنه تكون تخلينا إراد عمري للطفل لأنه من أجل لأن هذا العلاج هو استمرارية وأنه تكون عندنا شركة تأمين لتحمي لتحمي هؤلاء الأطفال والضحايا وحتى جميع الضحايا نياب العام ما باش عاون تنفيذ الميلف وأنه كانت عندنا الجراء تفتح هذا الميلف من ناحية الجنائية لأنه باش تمشي القضاء الجنائي كان بعض الأحيان كي يقول كده أخطاع طبية ما فيه مش نية الإجرام ما فيه مش كده يمشي للدعوة المدنية من أجل التعويد ولكن من يمشي للتعويد باش غير يتبت بأنه هناك خطأ طبية وأن هناك حديثة طبية النيابة العامة بساعدتنا هو أنه من يفتحت البحث الجنائي سمعوا الأطراف جميعا وتكونت واحد القناعة حقيقية لأنه كان هناك محاولة لتضليل العدالة كان هناك محاولة من أجل اختلاق وقائع جديدة وتهرب من المسؤولية ولكن طبعا العدالة أثبتت اليوم كما نتمنى دائما وكما يتمنى جميع المغاربة أن نتحقق ذلك الأمل القضائي لأن الأمل القضائي هو ذلك الإحساس الذي يجعل المغاربة أمام سواسية أمام القانون أمام القضاء وأنهم يحسوا بأن هناك حماية قانونية وقضاء يتحميهم والإدانة بحد ذاته أنا كأعتبره كان بالنسبة للعائلة هو واحد الحكم اللي ممكن غدى على الأقل أنه مني غادي يكون هذا الإبن يسول والباها يقول له ما هذا واقع علي الأقل يقول له والباها هو الحكم رح ندرنا لعلنا مشكينا المحكمة أدانة هذا الفعل هذا اللي ترتكب ضدك وبالتالي تكون نوع رد الاعتبار المعناوي أو على الأقل نوع الأمن القضائي وانتمنى أيضا أن هذا الطفل يجد يجد في المستقبل رعاية طبية اللي ممكن كما قلت أنها ترجع واحد جزء من اللي فقد وما تنسوش تابنوا معنا فلاشين واتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي